السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا حبيبا عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير نصلي ونسلم على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام هنبتدي نعمل سلسلة من حلويات رمضان الكحك والبسكوت والبطفور والغريبة وبسكوت القهوة هنبتدي نعمل كل حاجة مع بعض واول حاجة هنبتدي فيها النهاردة الحاجة الصعبة اللي الكل بشتكي منها وهي الغريبة انها بتفرش وبتبصم وبتشقق النهاردة هنعملها بتكاية ايه حبيب وبصراحة انا لما عملتها اتصدمت من النتيجة يلا نشوف مقدرنا والطريقة الغريبة كلنا عارفين مقدرها كيلو دقيق نصهم سمنة عليهم 200 جرام سكر بودر لكن الطريقة اللي انا هعملها معيكو دي بتكاية ايه حبيب معي كيلو دقيق عليهم 500 جرام سمنة عليهم 400 جرام سكر بودر ومع لقتين كبار لبن بودر ايه 400 جرام سكر بودر ما تتصدموش من النتيجة اكيد اللي سمع ان 400 جرام حلود هتفرش ومش هتنفع ومش هتكون غريبة لأ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انتو شفتوا طبعا الغريبة في اول الفيديو هتطلع زي العسل ومش هتبصم مننا ولا هتفرش ولا هتشق دي تكاية اشي في ايه حبيب بصراحة ربنا يجازيها خير عنها انا هنبتجي نعملها مع بعض انا طبعا معايا نص كيلو دقيق ومعايا نص كيلو السمنة طالع طالع من التلاجة ساقعة بس مساقعة قوي عشان طبعا ما تكسرش السلاح بتاع المضرب البيت او العجي وربعمية جرام سكر بودر ومع لقتين لبن بودر اللبن البودر بصراحة بيديها طعم وتست جميل هنبتجي نحط اللبن البودر على دي ونخلطهم مع بعض وبعد كده حاجيب السمنة وحنضربها بالمضرب او في العجي لحد ما يبقى كوامها كريمي ناعم بعد ما ضربتها وبقى كوامها بالشكل ده شايفين بيضة ازاي حبتدى حط السكر البودر وابتدي اضرب فيها لحد ما يكون كوامها زي الكريم شنطي زي القشرة كده بالضبط وده القوام المطلوب اللي احنا محتاجينه بعد كده حبتجي افضيه على الدقيق وابتجي مش اعجنها ابتجي قلمها باديك انا حلمها بالمعلقة في الاول وبعد كده حبتجي قلمها باديك اللقلة غريبة ما بتتعجنش بتتلمي باديك بس وانت بتلميها لو لقتيها مفرولة بالشكل ده ما تقلقيش لميها تاني باديكي حتلمي معاكي وحتبقى عجنال عشان اللقسامنا لسه جمدة مع سخونية الايد حتبتدي تتلمي معاكي الغريبة لو لقتيها لسه مفرولة ممكن تزوجي معلقة سمنة وبعد كده تلميها لان طبعا على حسب الدقيق فيه دقيق بيشرب المواد الدهنية وفيه دقيق لا فالمفروض تحط الدقيق بالتدريق وبعد كده تلمي العجينة لحد ما يوصل للقوامل اللي انت محتاجها لو فرولت معاكي زي ما قلتلك زوجي معلقة سمنة انا زوجت معلقة سمنة ولميت العجينة بالشكل اللي احنا شايفين وشايفين طرية ازاي دلوقتي حغطيها واسبها في التلاجة حوالي ربع ساعة بعد ما طلعت من التلاجة بالشكل ده طبعا حلقها لسه مفرولة هنبتدي اللمها على الرخامة زي ما انتو شايفين انا بعملها بالطريقة دي هتبتدي تتلمي معايا وبعد كده هنبتدي نكور هكور واحدة معاكو ولو شاققت تبقى محتاجة معلقة سمنة لو ما شاققتش يبقى العجينة كده مزبوطة معنا طبعا هي ما شاققتش كده العجينة مزبوطة معنا هاخد جزء من العجينة واعمل رول وبعد كده هشكله بالشوكة هجيب الشوكة ومشي عليها وده شكل من اشكال الغريبة وحبتدي قطحة قطعات صغيرة ورسها في صوب واعمل الشكل الثاني هاخد جزء جزء منها وابتدي افرده رول وبعد كده هقطعات صغيرة عشان اكورها طبعا الغريبة احجامها كل ما بتكون صغيرة كل ما بتكون احسن وافضل في النتيجة بعد كده هجيب صوب ورس عليها الاشكال اللي انا عملتها وده الاشكال اللي انا عملتها هبتدي ازينها اول حاجة هبصم جزء منها بالبصامة بتاعة الكحر والجزء الثاني هبتدي عندي فصدق هشكل به وعندي فرماسيق هشكل به وعندي شوكلت شيبس اي تزين تحبين بعد ما خلصتي الكمية بالشكل ده زي ما انتو شايفين هبتدي ادخلها الفرن على درجة حرارة 150 لمدة 10 دقايق ما تزيدش عن العشر دقايق باقصى حد 12 دقيقة لو زادت عن كده درجة الحرارة هتشقق مننا وحتنشف وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن زي ما دخلناها زي ما طلعناها لا فرشت ولا شققت لازم نسيبها لتاني يوم تبرد عشان ما تبصمش في ادينا طبعا لو شلتها دلوقتي وهي خرجة من الفرن اكيد هتبصم لازم نسيبها لمدة ساعتين عبا لما تبرد او ممكن تسيبها في السوق زي ما هي لتاني يوم شايفين ولا شققت ولا فرشت بصراحة تسلم ايد اي حبيب كمية السكر اللي احنا حطناها على كيلو ربعمية جرام سكر ما خلهاش فرشت والسكر بتاعها مزبوط طبعا احنا كلنا عارفين ان كيلو الدقيق عليه متين جرام سكر لكن احنا حطنا ربعمية جرام وكتير مننا تصدم لما قلنا المأدير لكن لما عملناها زي ما انتوا شايفين اللي غريبة موجودة قدامكم لا فرشت ولا شققت ولا اي حاجة التشقيق ده بيجي من ان الديق زيادة او درجة الحرارة عالية غريبة تستاهل باقو بالفة هنا وشفا ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والشير ولو اول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل اشعارتنا ووصفاتنا الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة